الحمداد بن محمد بن راشد المكتوب ولي عهد إبارة دبي وهو بيعطاني بنفسه بسبقات الهجن وبالهجن بداعته وده بيعطيه الاهتمام بسبقات الهجن وصل لأعلى سلطات في دول الخليج لأن سبقات الهجن أصبحت يعتبر مش بس فكرة حاجة التراس اللي أصبحت مصدر في ميرجن بداعته الكرسة الخاصة للعلم هنبدأش في ثلاث محاول رئيسية في العرب التقديمي ده عن أهم الأجهزة المهمة لهجن السباقات وكيفية التقييم سأل أعمل كطبيب أقيم هجن السباقات حبل ما أتخش في المنفسه وأخيراً عن حاجة لهم الجميع مربيد هجن السباقات اللي هي المشروط أنا أتدول ثلاث أجهزة بس عشان وقت العرض التقديمي ثلاث أجهزة دول الجهاز الهضمي والدولي والجهاز الهيكاني العاصمي هم دول أهم أجهزة لا بطبع في أجهزة مهمة كثيرة زي الجهاز التنفسي ولكن نحن أتصل على الثلاث أجهزة دول أكتبس قول أحد أو عرابي قال ويستدل بالبعر على البعير وبالأثر على المسيط مربيد الإجابة اللي يعرفون بالتحديد الصورة دي كويس دي صورة الإخراق لهجن الهجن مصابة بأمراض من أكتر أمراض اللي بتأثر وعلى رسمات دويلة جداً للهجن السباق ده التوميت السباق اللي يسموه حتى في البدء اللي يسموه الكرحة لأن الكوليسترينيا بتأثر على بس التوميت التوميت السباق اللي كمان بتأثر على الكدن فالتابق الشكل الإخراق طبعاً الهضر هو أساس الاهتمام الأول لهجن السباق وفي الهضر لازم أهتمل بالتغازية وزي ما قالت الدكتور العادل أن يكون فيه علاقة توازنة بين الكونسنتريت والفايبر اللي هو الحبوب مثل الشعير والزرع والأليات دي حاجة مهمة جداً لأن القبل عندها قدرة كبيرة جداً على استفادة من البروتين فليش محتاجة أن أضغط عليها كميات كبيرة من المركزات تؤدي إلى أمراض خطيرة من ضمنهم بالمرض اللي كان معلش شعير اللي هو المرتشف اللي بيعمل حمى المرض ده عبارة عن إيه؟ هو بالأساس مرض تغزاله بيحزن حموضة والحموضة دي تزيد مع استمرار بتدفونس البكتيريا ضرة جداً بتعمل حمى وتعمل أعراض شرية جداً ممكن تتحول لكوروانيك أو أنها نكون في حالات مكتوبة ممكن أن الحيواني جد في اليوم الثالث لليوم السابع وتعمل حالة يسمى أميون ديفيشنسي بتستمر الاسخدرات طويلة جداً فده من الأمراض الخطيرة جداً والعرب ده أنا اشتغلت عنه حتى زي كتابة عن تغزية الهجم العرب ده ده معرف مركب خلاليه متوازنه به الروفج وإحنا عملناه في نيوزيناندا واشتغلنا به في دبي وعملنا أول بحث مشاركة بحث في المجالنا الموّنة عن العرب ده وأهميته وإزالة كله تأثير جديد على صفحات الهجم التغزية أرى بشكل معنا الدكتور عاد أتكلم عن موضوع التغزية حاجة مهمة جداً لأن زيادة الحبوضة مش بس بتتصل على الكارش بتنتقل للدم بتتصل على الحبوضة في الدم وفي العضلات وتزالت في العضلات بتحسن مشكلة كديرة الجمل ما بيطلش فعشان كده نهتمل الجهاز الدوري والجهاز الدوري يعني دم وشرائيل وقلب عن تركزية مع الدم الدم ده هو النيزان بتاع حجر السباة لأن ربي دايماً يحب يتطمن على الجمل متاعه قبل ما يفش المنافسه بيشوف ايه؟ يفحص الدم بيشوف الهيماتوريجي والبيوكيسي بيشوف الحديث ايه؟ ييشوف النحاس ييشوف العراسة مهمة جداً ربعان التنسيمات الكارك والكالك والعضلات ييشوف الحد بالدم و قرات الدمLink المناعة كل دايه حاجات ربي دازم يشوفها قبل ما تخش السباة ييشوف التفالات الدم اللي حاجة مهمة جداً للعضلات الدم للاسف غالبة ملهاش أعراض وتستبرف الدم الفترات طويلة حاجة ثانية من حاجات اللي هي مهمة جداً في الجهاز الدوري لذلك يحاول الرب إلى أن يرفع الدم ويرفع قيم الدم من هجل السباقات فليأكل الطريقة التي هي نقل الدم ونقل الدم يكون في قبل البحث في حالات الدم عن الأثاري السببية لنقل الدم عن هجل السباقات نقل الدم مثل هو مفيد، فحالة غير مفيد، فحالات كثيرة في مواضيع كتير في نقل الدم ولكن السورتين دول دي الصورة الأولينية دي الصورة اللي الجمل يتاخذ منه دم دي حاجة يعني مش سيئة ان هو حوالي سيئة اكياس دم من أسحارها في نفس التويت دي حاجة مش كهينة بالنسبة للجمل يؤدي للنفقه الحاجة التانية اللي هو بعد ما نقل الدم فهو الدم بقى عاي جدا فالجمل مش هدى ليه دم فعايز يلزر الدم فيعمل ايه؟ يسحب دم منه دي بقده مرسل الممارسات الخاطئة المميز حدا بسحابة طرع من طريقة دي انا عن طريقة مش مش اربط في حاجة ان انا اربط الارجابة بتاع الجمل واقدر اسحب منها كميات اناسل منها كميات حوالي ترين و تلاتة لترين مكتب شيء قاسي فده الممارسات اللي احنا مش بتشكيحها والافضل طبعا هو التعامل مع الطبيب لزياجة التانية او نوكسل هنا الجهاز الجهاز العظمي فيه كهزة حالفية لعصاب في الاوتار والمفاصل والعضلات فيه اصابات متحصل في العضلات كثيرة جدا زي بيزموها اهل الهجن مثل الهدد او اللي هي عضلات مكتروس مصر كمان فيه اصابات دي الاوتار ودي اللي بتصدق بره المشهور برمس والله هنكلم عنه بسريعا كتيرا والمفاصل ايضا والعظامة بتأثر العظام بامراض بتكسين طبعا اشف بالعظام اه العضلات الصورة اللي تشاهدها او دي ايه الصورة دي دي تبين اه الاماكن الخامة دي الاماكن اللي زي ما الدكتور بيركز عليها في العلاجات الموضوعية ان انا مجأة استخدم بما يسمى الروخ او اللينامين او الكونط الريابتل استخدم في الاماكن دي من اهم اماكن بركز عليها اثناء المعالجة ورعاية هجل السبات اه كمان بعمل من موضوع العضلات انا مجأة افحص العضلات وقدر اقيم العضلات بقيمها عدة انزمات او عدة فحوصات اهمها الـ CBLH و الانزمي السي ك اه كمان الاهم من ده كله هو اللاكتيد واللاكتيد فيه فحوصات مهمة جدا انا ببحص اللاكتيد ويتجامل داخل على السبات وببحص اللاكتيد بعد سعقين من ربوعه للعزبة وباشوف الفرق بينتهم المفروض اللاكتيد ده ينكى عن الـ baseline قبل السبات اذا ما حصلش يبقى العضلة دي فيها مشكلة قبل نازم عالية الصور المقابلة دي عبارة عن اللي بيسموه برضه المشش ده عبارة عن ايه؟ او اسنه الـ count social وده يجي في الخيون بشكل كبير ويجي برضه في الاعمار الصغيرة اللي هي المفارين بزال او اللي هو سنة للسماء في بداية التقريبات بيبقى المدبر او الهو مدمر بيحاول يشد عجامل عشان يزود ويزود اللاكتيده ولكن بالطريقة عكسية انه بيعمل اجهاد على طبقة البرياستيوم في محطة الكانون يجيب وبتظهر الاعراب بالشكل طبعا من الحالات التي تسبركم بهذا الهيكالي ده هو الخف والخف ده من الحاجات المهمة جدا لهيجن السبايا وهذه الصورة احنا كنا عملينا عشاعة X على الخف وهذه الصورة الهيكال العظمي لتشريح الخف وكمان فيه صفتي الصورة بيه؟ مش عارف ايضاتها ده هنا بيحسل ان الخف نتجه الإصابات الأوطاع بحساب تلايين فجد ان الخف يوقف مستفيد كده بيهتلايين اللايين ده جمل السبايا ما يقدرش يجري وذلك كان فيه تلايين فطبعا فيه أدوية وعلاجات مهمة اللا بترجع تترجع يعني الكلتراكت تترجع بترجع وضع طبيعي كمان من الإصابات التي تتجي للخف اللي هي التوارض اللي نحصل للخف وفيه برضو حاجة تتجي مشهورة جدا اللي هي مسموها الحفة أو اللي هي الهوف ألصر أو الكرح يتجي في الخف الجامل والكرح دي ممكن تستمر الفترات طويلة جدا ويكون العلاج لها علاج موضعي ويكون فيه علاج عن طريق التأسين الجهاز الهيكالي المخاص المفاصل ده مفاصل وليه صورة من الأشعة ايكسة مرد من أهم المراد ضد بيسموها مرد الشوانين ده الإزم المدوي وهو ده مبقى عبارة عن ان فيه البتلة ده عربة البتلة دي بيحصل يختل الموضع بتاعها مع أحيانا يكون بول سبيرس أو متؤادة عظمية أو كسور بسيطة في موقع المفاصل فريحصل أنه ما بيقدرش يجري بالشكل المطلوب أو أنه بيحصل استفلس للجوينت هنا برضو بعد أن أمراد المقصيد أهم المفاصل مثل العرقوب وهو الهوكشوينت وهو الشكل التشريحي وهو الورا والعراضي الكاردنالساينس الواضحة التب الشعبي هو طب يقارب من يعني هو يرتكز على النحية عالمية ويكلم عنها كوبتور عادل يعني إذا بعمل كي أنا بحول الحالة من الحالة الكوروني لحالة أكيوت مش كل الحالات بيحصل فيها يعني البرغونوس بتكون جويسة الحالة التي أنا معناش هيجاوضة وخاصة بالمفصل اللي عملنا عملية الكي قد ينجح لأنه هو هنا في المرحة في النوب يكون هنا السبب ما كانش سبب خاص بالمفصل نفسه وهي يكون السبب خاص بالنرف فبما تعمل كي فأنا بقت أنا بوقع في النرف فبالتالي الجامعة لا بحسش فضيه كريم لكن أنا عملت أعلان بطريق غير مباشرة لكن في الكي هنا زي راحوا شايفين بيجي واحد خمير بالمطار بموضوع الكي هو بيعني ليه؟ بيحاول الحالة كورونيك الحالة أكيوت لكن التطب والاستعاقة بالأطباء وبأهل الخبرة هو المهم لأن حتى بعد الكي الغازن هكي على الطبيب الطبيب هو المهيدة الشخص ولازم حتى بعد الكي لازم استردد أدولي لازم لازم الفقصاء الفحص المعملي الفحص الماكروسكوبي للطفاليات الهامة مثل الطفاليات التيباليسومة أو الهيام كمان الفحص الخاص التالي بسطة عامة للمقوفة عن الحالة الصحية لهجن السلام نحن الموضوع المهم به يشغل كل مراببين لهجن وهو المنشطات المنشطات هنا الاتحادات بسطة عامة لفترة أو من سنين انتبهت الموضوع التنشيط وبدأ الاتحادات تضع قوانين هي نفس قوانين للاتحاد الدولي من السباقات الخيوم وهو الفئة ونفس تصنغت نفس المنشطات بخمسة أو خمس مجموعة المجموعة الأولى التانية هي بتختلف بالأعصاب وهذه مجموعة غير مسبوع التوبيهات تماماً في التنشيط مثل البورفينات والكفاين المجموعة التانية التالة والربعة والخمسة هذه مجموعة علاجية يعني العلاج نفسه قد يعالج قصور في الجمع فالتالي الجمع هيزيل المنشط بتاعه هو مش منشط بالشكل الحرف القسم المنشط ولكن هو يعالج قصور فالتالي يحسن السباقات وهي أشهرها طبعاً والتي يستخدموها المتنجرين أو المتنجرين من السباقات اللي هم اللي هو التكساميسازون وهو تكساميسازون وهو واحدة المهمة جداً اللي يستخدم في سباقات كثيرة ده الاختصار من الجزء اللي كان فيه معرضه ولو فيه أي استفسام الحمد يبقى كده التراحي مش عشي شكراً 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 شكراً